اشتركوا في القناة وقدنا وبنتنا في الحلقات السابقة لمدة الرسم شرحنا باب المولدات وشفنا الدوائر الاساسية لنا في المنج لهذا العام وخدنا في بعض الدوائر مع الحمايات ومع التواصلات سواء النجمة او الدلتة فرقنا ما بين القد الاقطاب البرزة والاقطاب الغاطسة او المنتج الثابت والمنتج الدائر وبدأنا في الحلقات السابقة في شرح دوائر التحكم لتشغيل المحرك الاستنتاجي ثواء من وجه من جنب واحد او جنبين يعني من ناحية واحدة او ناحية تان عن طريق الكندكتورات والطايميرات بعيدا عن السكينة اليدوية او التشغيل اليدوي كنا وقفنا في الحلقة السابقة على بدء حركة المحرك الاستنتاجي الثلاثي الاول طبعا بنذكر حضراتكم ان احنا اخذنا هذا الكلام في مادة الالات الكهربية والوقاية في باب المحركات الاستنتاجية الثلاثي الاول طرق بدء الحركة واللي بيتم بدء الحركة للمحرك الاستنتاجي الثلاثي الاول اولا قلنا بالطبيعة وابنانا وبناتنا يكونوا صحيين معنا ان اي مطور في الدنيا كان بيشتغل النور زي من قولها بالبلد كده بيسقط ويرجع تالي وشرحنا فيها في مادة الالات ان القوى الدفع الكهربية العكسية في ملفات المنتج لحظة توصيل الطيار بتساوي سفر فبيقع جهد المنبع كله على ملفات المنتج اللي هو العضو الثابت وهي ذات مقاومة صغيرة فبينشأ طيار يعادل من ستة الى سبع مرات من طيار الحمل العادي هذا المحاذب الطيار يتلف المحرك او زي ما بنقول كده يحرق الملفات فلابد من الحد من طيار هذا البدء وقلنا فيه حوالي خمس طرق للمحرك الاستنتاجي ذو العضو الدائر قفة السنجاب وطريقة واحدة للعضو الدائر الملفوف اول طريقة اللي هي التوصيل المباشر وهنا بنعمل ايه بنصمم ملفات العضو الثابت انها تتحمل طيار البدء وطيار الحمل اللي بتستخدم طبعا في القدرات الصغيرة جدا لانها تتعدى حوالي واحد خصار لما القدرة قبرت شوية ابتدنا نوصل ثلاث مقاومات مادية وحنا بنركز على مادية لتحسين معامل القدرة ثلاث مقاومات مادية توصل فين ابنانا وبناتنا تمام انت حضرتك بتقول محرك الاستنتاجي ايهما القفة السنجاب ام الملفوف انا بتكلم حاليا على المحرك الاستنتاجي القفة السنجاب يبقى بوصل طرق بدء الحركة في اعلان بدائرة العضو الثابت لان العضو الدائر مقصور على نفسه يبقى اللي احنا الطرق اللي هنورق لكم على شاشتنا هنا اللي هي بتقول للقفة السنجاب وبعدين هنتكلم على الملفوف اول واحدة الطريقة اللي هي باستخدام مقاومات بدء الحركة الاول التوصيل المباشر وده وضعت على شاشتنا في القدرات الصغيرة بنوصل المحرك مباشرة على المنبع الطريقة التانية اللي احنا قلنا فيه المحركات القفة السنجاب اذا كانت قدرة المحرك كبيرة فانه يستلزم احدى الطرق بدء الحركة لتوصيل المحرك الى المصدر والتي تؤدي الى خفض الطيار الذي يسحبه المحرك من المصدر عند توصيله طبعا الكلام ده لحظة البدء الطريقة الاولى في المحرك الاستنتاجي القفة السنجاب وشرحناها تقريبا في الحلقة السابقة واحنا بنعمل مراجعة سريعة ان انا بوصل ثلاث مقاومات مادية ذات قيم عالية للحد من طيار بدء الحركة اللي هو الناتج من توصيل المحرك بالمنبع بتقلل قيمة الطيار بيبتدى المنزلق يتحرك الى نهاية المقاومة بعد 75% من سرعة المحرك المقننة تبدأ هذه المقاومات تخرج من الدائرة طيب القدرات دي تكبرت شوية ابتدنا نشتغل على المحول النفسي المحول النفسي ابنانا وبناتنا ونحن نقولنا بارعا ملف واحد منه ابتدائي ومنه في نفس الوقت ثانوي من اساسيات الكارباء جودة عالية وتكاليف قليلة المحول النفسي ما فيش منه ثلاثة اوجوه فبنجيب ثلاثة محولات نفسية وظيفة المحول اصلا هي خفض الطيار او الجهد بالنسبة للمحول النفسي يبقى انا في لحظة البدء هعمل ايه هقلل او اصل محاول النفسي يقلل قيمة الطيار لغاية من المحرك يشتغل ويوصل لخمسة وسبعين في المية من سرعات المقننة ونبدأ نفصل المحرك مباشرة على الدائرة يبقى هنا الرسم اللي قدام مننا طالع على المحول النفسي وإحنا شايفين هنا المحول يعني ملفات معنى كلمة ملفات انه مضلل طبعا احنا نتكلم في مادة الرسم فلازم نفرع ما بين المقاومة لا تظلل اما الملفات سواء محولات او محركات او مؤلدات لابد ان تظلل هذه الملفات ودي مش هنذكر بعدين بيها قوي لان حضراتكو في الصف الثالث يعني خدكو هذا كلام في الصف الثاني ومع زملانا الافاضل في المدارس اي ملف لابد ان يظلل حتى يتميز من المقاومة المحاول النفسي دي في القدرات الاعلى جينا بعد كده في الطريقة التانية اللي هتبانى على شاشتنا قدام مننا اللي هي باستخدام مفتاح النجمة دلتا مفتاح النجمة دلتا واحنا قلناها شرحناها انت حضرتك حطيت مقاومات ورجعت حطيت محولات يعني حاجة محسوسة انها تقلل الطيار مفتاح النجمة دلتا ايه مستو وهو عبارة عن نقط تلامس تب ايه فايدة نقط التلامس في تقليل الطيار الكارابي ابتدنا نتكلم الكلام دا قلناه في مادة الالات ان احنا حنستخدم الالاقة او حنستغل الالاقة ما بين الجهد الخط وجهد الوجه سواء في توصيلة النجمة او توصيلة الدلتا في توصيلة النجمة الفي ال بتساوي جزر ثلاثة الفي فاز اي ان الفي فاز بتساوي الفي ال على جزر ثلاثة الفي ال اللي يجود الخط والفي فاز او فاز اللي يجود الوجه نفهم من كده ان الجهد في لحظة البدء هيقل بمقدار جزر ثلاثة وفي توصيلة النجمة ايضا ال اي ال طيار الخط بيساوي طيار الوجه طيب انا في لحظة البدء هوصل توصيلة المحرك نجمة وبعد وصول المحرك الى خمسة وسبعين في المية من سرعاتي المقننة هبتلي اشتغل على توصيلة الدلتا طيب ايه الالاقة في توصيلة الدلتا ان الفي ال بتساوي الفي فاز اي ان جهد الوجه بيساوي جهد الخط لكن عند ال اي ال اللي هو طيار الخط بيساوي جزر ثلاثة طيار الوجه يبقى هنا الطيار ارل بمقدار جزر ثلاثة لكن رجع الجهد الى طبيعته الاصلية لو كان تلتمائة وتمانين هيخش تلتمائة وتمانين مباشرة الى المنبر فمن ذلك ان المحاول مفتاح النجمة دلتا استغلت الالاقة الرياضية اللي موجودة في توصيلة النجمة والدلتا ابدأ الاول بالمحرك نجمة وبعد خمسة وسبعين في المية من سرعة المحرك المقننة بقى لب المفتاح على توصيلة الدلتا يبقى انا كده قللت القيمة بمقدار التلت جزر ثلاثة في الجهد وجزر ثلاثة في الطيار المفتاح النجمة دلتا اللي بيد الحركة يستخدم برضه في القدرات المتوسطة والصغيرة يبقى نمقاومات بيد الحركة محاول نفسي مفتاح نجمة دلتا تعالوا نشوف الطريقة اللي بعدها وشاشتنا على طول المطلقات اللي هي تقصية الملفات الوجه الواحد الى او ملفات العضو الثابت الى جنبين مش هنقول الى وجهين ليه سؤالنا ليه هتقول لي لان احنا بنتكلم على محركات ثلاثية الاوجه يبقى انا بتكلم على ملفات التلت اوجه هقسمة من داخل المحرك الى نصفين الشرح بالنسبة لي عند البدء يتم توصيل ملفات جزء واحد من الملفات الى المصدر وبعد اصول المحرك للسرعة المناسبة خد بالك من الكلام فانه يتم توصيل الجزء الثاني من الملفات مع استمرار توصيل الجزء الاول ليه بنقول الكلام ده وبنركز عليه وبنعلي صوتنا لان حضرككم في بعض الرسومات يهيئ لك ان انت بتشتغل على جزئين وبعدين بتفصل جزء لا بتشتغل على جزء وبعدين توصل الجزء الايه التاني ولذلك احنا قلناها شرحا ورسما على شاشتنا هنا الطريقة اللي بعد كده بالنسبة لبدء حركة المحركات اللي هي بنقول عليها بدء باستخدام الكترنات القوى اللي هي الترانزيستور بنعمل ايه بنوصل اتنين ترانزيستور مع بعض كلهم من هما عكس الاخر على التوازي لكل وجه بتحكم هنا في زمن زوية الاشعال وهذا الكلام مشروح في مادة الكترنيات القوى في الترانزيستور والسيرستور لاشباه الموصلات بتحكم في قيمة البالس اللي هيخش او الاشارة اللي هتخش من قيمة الطيار الى المحرك يبدأ الحركة وبعدين الاشارة بتنتهي ويبتدي يدخل الى المحرك الجهد المطلوب لقيمة تشغيل المحرك الطريقة التانية اللي هي بالنسبة لي بدوائر التحكم الكلام اللي احنا شرحناه ابنانا وبناتنا شرحناه في مادة الالات الكاربية والوقاية هترجع تحول هذا الكلام الى تحكم بالكوندكتورات عن طريق اللي هي بنقول عليها تطوير المنهج الى الاحدث لمناسب لخطة الوزارة ربط التعليم او ما يدرسه الطالب بالسوق المحلية الحاجات اللي احنا خدناها اللي عن طريق المقاومات والمحاول والمفتاح طرق قديمة الى حد ما ولكن مستخدمة طب الحديث ايه انا بدوس على الزرار المحرك بيشتغل لكن البرمجة بتاعته وتوصيلة التحكم بتاعته والكوندكتورات والسيرستور والترانزستور ايه الجديد ولذلك خبراءنا في المناهج في الوزارة بيتطوروا هذا الكلام لعشان تطلع لسوق العمل جاهز مش لسه هتتضرب فحولوا طريقة بدء الحركة اللي هي باستخدام من قوامات بدء الحركة الى توصيل الكوندكتورات دائرة التحكم ابنانا وبناتنا الناس اللي مذكرة معنا قلنا بتنقسم لثلاث انواع دائرة الكونتورول لوحدها دائرة الباور لوحدها وبعدين بتوصل الدايرتين مع بعض عشان تطلع الدايرة النهائية طب في الامتحان هيجيلي ايه هيجيلي دائرة الباور لوحدها ودائرة التحكم هتوصلهم مع بعض او سؤال ارسم الدايرة دائرة التحكم ودائرة الباور او دائرة القوة لتوصيل مقاومات بدء الحركة لمحرك استنتاجي دوق قفص سنجاب تعالوا نشوف رسمتنا مع شاشتنا الجميلة هنا حكونا عبارة عن ايه ادي دائرة التحكم لو لاحظنا واحنا شرحنا هذا الكلام في الحلقات السابقة اني دائما باعتمد على مفتاح الون اوف في التوصيل اللي قدام مني على التوالي مع دا نقط التعويض اللي هي بالتوازي ايه زيادة على هنا هتلاقي هنا الطايمر الطايمر اللي هو المتمم الزمني اللي هو بيفصل ملفات التأوين بعد 75% من سرعة المحرك المقننة مع هنا تاني مفتاح وكندكتور لفصل قيمة المقاومة يبقى الطايمر بيفصل مع المقاومات تب دائرة الباور دائرة عادية جدا باور سابلاي المصيرات المفتاح الاوتوماتيك الأوفرلود اللي هي الحماية الحرارية وثلاث مقاومات متوصلة بالتوالي بين كل وجه والآخر وقادي رمز المحرك لما جيه يركب او يوصل دائرة التحكم مع دائرة الباور اللي هي دائرة القوة ركز قوي ايه اللي حصل خد الدائرة دي ووصلها هنا لو ركزت شوية هتلاقي دائرة الباور زي ما هي من اولة الى اخيرة لاحظ كده دائرة الباور زي ما هي والثلاث مقاومات بس هنا جيه على مين على المقاومات وصل معها مين القاطع اللي هو موجود في دائرة التحكم وصلوا وربطوا مع مين مع الطايمر يعني الطايمر هنا هيشغل المقاومات وحيفصلها بناء على توصيلة المفتاح الان اوف بالاضافة الى الحماية الحرارية ليدد زيادة الطيار وموجودة اللي هو الازدواج الحراري طب دي توصيلة مقاومات بيدي الحركة مقاومات لبيدي حركة المحرك للسنتاج التلات اوجه عن طريق الكندكتورات او دوار التحكم طب بصوا للدائرة التانية كده هنتخض لا حد فاكر دي ايه لو ركزنا شوية هنقولها اسمع من ابنانا وبناتنا توصيلة مفتاح النجمة دلتا يدويا عن طريق الضغط اليدوي بيوصل خد بالك هنا دي فاصلي مين الطايمر هنا لاحظ هنا كم كوندكتور اتنين واحد لتوصيلة النجمة واحد لتوصيلة الدلتا النجمة متوصل معها مين الطايمر عشان يقلب على توصيلة مين الدلتا يدويا دائرة الباور للمرة التانية زي ما هي بتنزل مع الرسمة الكلية التوصيلة لاحظ كده القفلة بتاعته فين على النجمة وبعدين بيقلب على توصيلة الدلتا من الكوندكتور من هنا طيب لو كانت اوتاماتيك هتيعرف ايه اللي زاد هنا هتلاقي زاد هنا بالنسبة لك التحكم فيها من طريق التوصيلة هنا زود معايا هنا القاطع هتلاقي نفس دائرة التحكم واحدة لكن لما يجي نفسها بيزود معايا هنا كوندكتور زيادة طيب لو انا عايز احول بدء الحركة للمحارك الاسنتاجي الثلاثي الأوجو باستخدام محول نفسي بص الدائرة اللي جاية المحول النفسي عرفت منين هقول لحضرتك هنا تلات محولات نفسية ملف واحد منه ابتدائي ومنه ثانوي دائرة الباور دائرة القوة الباور المسارات واخد على المحول النفسي مع السكينة اللي هتوصله وتفصله مع القفلة بتاعته او الشرط بتاعته لما توصل لخمسة وسبعين في المية من السرعة انه يخرج من الدائرة ركز كده شبيهة في مين برافو عليك شبيهة توصيلة بدء الحركة باستخدام مقاومات بدء الحركة طب تعال هنا ركز تاني الدائرة دي كلها فيها مين مفتعل نوف معادة الرشتين التوازن اللي هم رشت تعويد الدائرة الخارجية عبارة عن ايه ادي ضاغط وضاغطين مع بعض اللي فصل المحاول النفسي وتوصيله مع كوندكتور ليه الطايمر يحول يدخل المحاول النفسي وبعد خمسة وسبعين في المية بيفصل المحاول النفسي عن الدائرة وده الكوندكتور بتاعي اللي هو يفصله نهائي تعال اوصل التوصيل بتاعته برضو دائرة الباور زي ما هي زي ما هي التوصيل بتاعتك هنا لو شرحناه هتلاقي دايما ببدأ بمفتعل نوف وبعدين ببتدي اوصل الزيادة عندي اللي هو الجزء من هنا دا مع الكوندكتورين والطايمة ابنان وابنتنا دي كان الطرق توصيل بدء الحركة عن طريق كوندكتورات او دوائر التحكم دوائر التحكم ازاي اوصل او احول بدل مهم قاومات بالسكينة استنى سرعة المحرك وبعدين افصل السكينة وتمشي المقاومات وارجع من تاني ادخلها في الدائرة لما اجا اوصل المحرك للمرة التانية نفس الطريقة للمحاول النفسي نفس الطريقة المفتاح النجمة دلتا كان يدوي مع تطوير المنايج وتطوير العلم الحديث بتاريت تبقى كوندكتورات انت بتدوس على الان بيبتدي يشتغل المحرك عن طريق كوندكتورات والطايمر بالمرباجة اللي انت عايزها بعد سرعة كزا وبعد سانيتين او ثلاث ثواني بيقلب المفتاح او يفصل ملفات المقاومة او يفصل محاول النفسي او يقلب مفتاح النجمة الى دلتا زي ما شفنا دائرة التحكم ودائرة الباور وبعدين بيجمعهم مع بعض دي الطرق اللي هي شغالة حاليا في السوق اللي انت حضرتك مطلوب منك ان شاء الله بعد ما تتخرج من الدبلوب هتشتغل في شبكات لازم تكون عارف هذه التوصيلات طيب كملت معت او كلها ان شاء الله بتوفير لكم جميعا هتبتلي تدرس هذا الكلام على توسع اكبر طيب بدم جبنا سيرة الشبكات والمحطات اسأل سؤال حضرتك شاقتك في البيت ايه اللي بتحكم فيها للانارة تمن هتقول لي اللوحة اللي ورا الباب طب انت راجل فني تركيبات ومعداتك عربية احنا هنسميها لوحة التوزيع اللي انت بتقول عليه تحت الطابلور الرئيسي ده في الحال العملية لوحة التوزيع عندنا كم نوع من الواع لوحة التوزيع هتلاقي اعداد حوالي سبع انواع انت مقرر عليك ايه وبعد كده ان شاء الله بتوفير لكم جميعا هتكمل الدراسة في المعاهد وكليات ابسط حاجة قلناها اللي هي لوحة المفاتيح الاوتاماتيك اللي في البيت لما بيحصل قفلة ولا حاجة زي من قولها بالطريقة العامية المفتاح بينزل بتشيل القفلة وبتبتلي ترفع المفتاح طب توصيلة لوحة المفاتيح دي ازاي ازاي بتتأمل طب لو كبرنا الدنيا شوية حضرتك على اول الشارع او في منطقة تلاقي فيه كشك صغير كده ده بنسميه لوحة توزيع للشارع اللي انت فيه طب نوصل لحاجة حضراتكو بتشوفوها يوميا في المدارس بتلاقي فيه شبكة في مكان ما في المدرسة بتبقى لوحة التوزيع بتاعة المدرسة بالكامل الفرق ما بين دي وما بين دي وما بين دي لوحة التوزيع اللي في المنازل بنسميها كده الحطة سندها بتبقى لطش بتبقى موجودة في الحطة بتركب في الحطة بعد ما تأمل التوصيلات بتاعتك وخلاص الحطة سندها طيب اللي في الشارع اللي على اول الشارع بيبقى فيها فراغ من الضهر بحيس ان فاني لو حصل اي شرط كسر او حاجة بيبتدي يفتح الضهر ويشوف الكلام بتاعها او بتتفتح عن طريق الباب المتحكم حاليا فيه عن طريق الالكتروني طيب لوحة المدرسة بيبقى محطوط عليها سياج ولوحة طبعا فيها ورش وفيه محركات وفيه مخارج وفيه فبتبقى الكل الى لها مفتاح متوصلة بلوحة التوزيع معنى ذلك ان لوحة التوزيع انواع ودايما لوحة التوزيع بتبقى العنصر الاساسي العنصر الاساسي بدأت اركز عليها لقياس مهارة اطالب التركيبات والمعدات الكعربية ازاي يوصل هذه اللوحة وازاي يعمل تأسيمة الدواير والكلام ده طبعا حضاراتكم درسينه في مادة التخطيط ازاي تعمل مؤيسة مادة كبل مادة الكبل عشان توصل للوحة الرئيسية واللوحة دي لكل كبل مفتاح خاص تعملها بمقاسات ايه طيب احنا عارفين التأسيمة لا مش عارف في حاجات اساسية في لوحة التوزيع لابد انها تصنع من الصلب المجالفة لتحمل الاجهادات الخط والراز ازاي بنقولها المساحة تكون كافية لاجهزة القياس ولمباط البيان ودخول الكبلات الى اللوحة محددة باجهزة معينة لقياس الطيار والجهد والتردد فيها لنباط اشارة فيها قواطع اوتاماتيك قاطع رئيسي يفصل اللوحة بالكامل ولكل جزء من داخل هذه اللوحة مخصص لديرة معينة يعني زمان كنا بنور بالدمعة دا ما تعرفش الدائرة مين اللي فصلت لكن حاليا بالدوائر ولوحات التوزيع المنظمة حضرتك بيحصل خطأ بتيجي ببص على انهي مفتاح بتعرف المفتاح دا بتاع الورش الفلانية هي اللي فيها الخطأ بس او الحجرة الفلانية هي اللي فيها الخطأ بس او الفيشة او البريزة الفلانية اللي فيها نزل المفتاح الاوتوماتيك بتاع فمعنى ذلك ان لوحات التوزيع من العناصر الاساسية لدراسة وتعليم لمهارة طالب تركيبات المعدات الكهربية او قسم الكهرباء عموما لوحات التوزيع بتحتوي على العناصر كاملة ايه العنصر الدخلي الاساسلية اولا وتعالوا نكتبها كده ونفكر انا عايز اعمل لوحة توزيع مثالية وكراجل فني تركيبات ومعدات كهربية هي عايزة ايه هتقول الصاد المجالفة المساحة دي على قد المكان طبعا حضرتك بتأمل المقاس بتاع لوحة التوزيع على قد المكان مع دراسة ان هيبقى وراها فراغ او في الحيطة مسنودة الى الخائط طيب فيه اساسيات اه فيه اساسيات تعالوا نشوفها كده ونكتبها كده من دمارنا الاساسيات اللي دخل في لوحة التوزيع اول حاجة تقول تحتوي على لمبات اشارة صح لمبات الاشارة الرمز بتاعها بالشكل ده هتحتوي على قاطع اوتاماتيك رئيسي وطبعا قاطع اوتاماتيك رئيسي لازم تعمل المفتاح بما يتناسب مع حجم الديرة ده قاطع اوتاماتيك رئيسي مزود بحمايات واوى تب في بعد كده قاطع صغيرة القاطع اليدوي في قاطع بيبقى اوتاماتيك مزود بحماية هوائي بص للرمز بقاطع اوتاماتيك مزود بحماية ده يبقى هوائي تمام في حاجات تانية اه في حضرتك بتحط ايه تانية عشان تبقى اللوحة عندك هتحط لي اجهز القياس اجهز القياس لما اعمل العلامة دي كده واحطها اعرف ان هنا فلطاميتر ده بمفتاح اللاب اللاب يعني بيقيس الجهد ما بين تلات اطراف ايوا برافو عليك المفتاح الناخب برافو عليكم هتكلم عليها لاني درسناها قبل كده كتير هتحط معاها هنا جهاز فلطاميتر يوصل على التوازي هتحط معاها جهاز قياس التردد تشوف الزبزبة بتاعتك مش كده ولا ايه يبقى معنا ذلك اللوحة اللي حضرتك لما تيجي ببص على اللوحة الاجهزة دي طالعة قدام منك بتعرف الانبير بتاع كل جانب بتعرف الجهد بتاع كل خط بتعرف التردد بتاعك شغلت مظبوطة لا لمبات الاشارة على كل قاطع موجودة اه التلات اوجه تلات لمبات لو لمبة منهم مطفية بنقولها بالبلد في وجه في فزا سقطة اللي احنا بنقول عليها باللغة العلمية سقوط احد الاوجه كده هيأثر اه طبعا هيأثر واحنا خدنا حماية سقوط احد الاوجه طيب اللوحة دي فيها ايه تاني ما خدناه اش استنى حضرتك فيه فين الفيوزات فين المصهرات تفيد فيه قواطع اللي هي ذات الجهد العالي في القواطع الاوتوماتيك الكبيرة اه يبقى اي دايرة من الاساس بتاعها ودي اللي احنا مفروض نخب ان فيها الفيوزات بتاعتها اللي احنا بنقول عليها المصهرات سواء جهد منخفض او القواطع الاوتوماتيك اللي هي ذات المعامل الحراري العالي للجهد العالي الكلام دا ابنانا وبناتنا دا من اساسيات لوحات التوزيع هتشتغل ازاي معانا وحنشوف هذا الكلام تعالوا نشوف شاشتنا شاشة القناة التعليم الفني هتطلع لنا ايه الباب التالت لوحات التوزيع ادي مفتاح رئيسي للوحة بالكامل مفتاح يبقى هنا مفتاح الناخب مفتاح قاطع هوائي مفتاح قاطع مزود بحماية حرارية او حماية مغناطيسية احنا خدنا بعض العناصر عشان تبان مع حضرتك على الشاشة تعالوا نشوف مع بعض اول دايرة لوحات توزيع لمصنع صغير نقولها الورشة في المدرسة ماشي نقولها الورشة في المدرسة تعالوا نشوف مع بعض بتحتوي علي هنتفق على حاجة في لوحات التوزيع بيبقى في عندي خلية دخول وخلية خروج خلية الدخول اللي هي اللوحة الرئيسية بتاعتي اللي جاية لباب المصنع اللي هي بتبقى زي ما نسميها كده في بعض الورش الخارجية يقولك الكفريب المصنع ده علي ايه اول حاجة عندي تلاتة اوجه مع خط الفيوز بتاع اللي هي المصرط مفتاح السكينة لو الجهد معدت تلاتة كيلو بقى عندي هنا محول طيار يبقى عندي فلتاميتر لقياس فري الجهد يوصل على التوازي لو انا مش عايز احط تلاتة فلتاميتر بحط مفتاح ناخب او اللاب مدام تلات اوجه يبقى عندي تلات اميتر لقياس شدة الطيار لكل وجه على حدة اعرف انه شغال منين لزيارة اشارة عمومية اول ما بص للوحة او بص على اشوف اللوحة كده عندي اللمبات منورة يبقى عندي الطيار ساري بعد كده محولة الطيار دي الاساسيات لاي لوح التوزيع لجميع الدوائر يبقى انا عندي حوالي سبع تمن دوائر في باب لوحات التوزيع خلية الدخول اهي قدام مني المصيرات المفتاح مفتاح السكينة الرئيسي محول الطيار ممكن تخط محول جهد فيلطاميتر بالمفتاح القلب تلاتة اميتر مع كل واحد منهم لمبة اشارة وقدي لمبة الاشارة الرئيسية عايز تزود معها جهاز خاص التردد ما فيش مشاكل عايز انت كراجل شغال وعايز تبين معامل القدرة ما فيش مشاكل عايز استئيس القدرة للوحة التوزيع المهارة اللي حضرتك بتتعلمها سواء بالشرح في قناة التعليم الفني او في زملائنا الافاضل في المعامل الدراسية والتدريبات العملية الورش هيكون افضل لك كل ده اللي هي الرؤية اخراج طالب من التعليم الصناعي قادر على ممارسة العمل بالمهارات المطلوبة بالمهارات المطلوبة انا خدت خلية الدخول عرفت هي عبارة عن ايه خلايا الخروج اللي هي حضرتك في الشقة يقولك انت عايز تعملها كم خط القوضة دي خط الحجرة دي خط الحجرة دي خط البرايز دي خط السخان لو خط التلفزيونات والردولية خط دي اسمها خلايا الخروج خلايا الخروج طب بصدد في شرحنا مع شاشتنا هنا اللي احنا قلنا لوحة توزيع لورشة صناعية صغيرة صح دي خالية الدخول احنا انتفقنا عليها تعالوا مع بعض كده مخرج منها كام خط وجي واحد وكام خط ثلاث او كده وجي واحد وجي واحد وجي واحد كده كام يبقى انا عندي دايرة انارة محركات وجي واحد ده المصطلح بتاعي بعد كده عمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ست خلايا خروج سلاسية الاوجه سلاسية الاوجه اسأل سؤال نصحصح به كده مع بعضنا سؤال كده ظريف قوي كام مصهر هيتحطه في خلية الدخول كام مصهر هيتحطه في خلية الدخول ركز معي كده او في خلية الخروج ركز معي كده نقولهم مع بعض حولهم لا اتنين اربعة ستة لان الوجه الواحد له طرفين ستة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ستة في تلاتة اه ده ثلاث اوجو يعني ثلاث قواطع يعني ثلاث فيوز ستة فيتلاث فيتمنتاشر وعند ستة يبقى اربعة وعشرين فيوز اربعة وعشرين مصر هتقول هقول لحضرتك ان القاطع او الفيوزات بتاعة الوجه الواحد غير القواطع للثلاث الاول. جبنا الكلام ده من ايهن ابنائنا وبناتنا? من مادة التخطيط. لما بنحسب شدة الطيار المرة لكل خط على حدة. عشان نجيب منها مساحة المقطع نقسم شدة الطيارة على كثافة الطيارية. نشوف التنفيذ بتاعها هيكون اعمل ازاي? ايه رأيكم? ركزوا كده اللي قلنا في بداية الحلقة. دي خلية الدخول اللي اللي على الشمال. فيها ايه? فيها فعلا فلطميتر مع المفتاح القلاب. فيها ثلاثة اميتر. حضرتك الطلب منك جهاز قياس التردد. معامل القدرة. الوطميتر هتوضعهم بس. مع لمبات الاشارة. قاطع رئيسي للديرة. قاطع رئيسي للديرة. اه. مزود بحماية اه. كم مصهر? كم مصهر? تلاتة? دي خلية الدخول اللي احنا قلنا اساسية على اي لوحة توزيع موجودة. سواء صغيرة او كبيرة او لوحتين او تلاتة. انا عندي خلية دخول رئيسية. تعالوا بقى كده مع بعض. قلنا كم محرك وجه واحد? تلاتة. صح? مش احنا قلناها كده? موجودة معنا في الدارة الخطية? تلاتة محركات وجه واحد. خطت معاها كم لمبة اشارة? تلاتة. انزل تحت كده? دي الفيوزات. مصرات. هنا واحد اتنين تلاتة. يبقى كل محرك وجه واحد. معا اتنين فيوز مصهر. او قاطع حراري. ركز معايا بقى كده في التلاتة اوجو? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. لكل واحد منهم تلات لمبات اشارة. سلاسية الاوجو. اما انا نعرف منين سقوط احد الاوجو. زي ما بنقولها بالبلد كده فيزها سقطة. يعني واقع مني. اعرف ان اللمبة بتاعتي مش منورة. يبقى لابد ان يكون التلات لمبات اعرف ان الطيار في التلات اوجو شغال. انزل تحت كده في الجزء اللي تحت? هتلاقي هنا ايه? تلات مصيرات لكل مفتاح على حدة. واحنا بنعيدها تاني. في مادة التخطيط لكل كابل خاص مصيرات ومفتاح خاص به. ما نحملش زي بعض اخواننا الفنيين يقول لك حمل دي على على دي. طب حمولة الطيار هنا لما تتحط على حمولة الطيار هنا الكابل مش هيتحمل. ولذلك بيقول لك مؤقتا مؤقتا ما يدي خسارة. الكابل مش هيتحمل هيتحرق. فدايما بنقول لكل كابل سلاسي الاوجو تلات فيوزات خاص بيه. وخاص بيه كابل. كابل المخرطة يبقى ده بتاع المخرطة. ما جيش معه المخرطة حط متقاب. طب ما ده حملة على الكابل. الكابل مش هيتحمل. لان له قيمة الطيار. له معامل المكسافة الطيارية. كسافة الطيارية بتيديها في المسائل تلاتة امبير لكل مليمتر مربع. انت زوت. يبقى هنا الكابلات. ودي احد الاخطاء الشائعة في الحياة العملية. يقول لك حمل المبنى ده على المبنى ده. طب ما هتحمل المبنى دي عشان تنور مص ساعة. ممكن الكابل الرئيسي بتاع اللوحة كله يتحرق. والغرامة والتكاليف هتكون اعلى. والخطورة اعلى. التحديد لكل جزء مفتاح ومصيرات خاصة بيه. طيب المقاس بتاع اللوحة حضرتك هنا مديني ميتين سنتي يعني اتنين متر. وهنا تسعين وتسعين يعني مية وتمانين سنتي. تمام? متر وتمانين سنتي. المقاس بتاع اللوحة بيتحدد ابنان على ايه? على الاجهزة اللي انت حضرتك هتحطها ومكان وضع لوحة التوزيع. هيبقى منه ضهروا للحيطة ولا في فراغ تقدر تتحرك فيه? تدخل على لوحة التوزيع من الخلف ودي اللي موجودة في اللوحات الكبيرة تبتلي تفسر الكهربا وتشتغل مع لوحة التوزيع زي ما انت عايز. ولذلك لما قلنا باب لوحات التوزيع قلنا بنقسم الى عدة استخدامات وعدة انواع. لوحة التوزيع في المنزل التدوبك بتفتح الضرفة بتاعت لوحة التوزيع وتبتلي ترفع المفاتيح. الفن الكهرباء ان شاء الله كن انت بتبتلي تسحب اللوحة من برة والمفاتيح والتوصلات قدام منك. لان لوحة كام في كام? اربعين سنتي تلاتين سنتي. ضهرها بيبقى في الحيطة. والفراغ بتاعك السلوك بتاعتك تقدر تتحرك فيه. لكن تعالى على ورشة. فيها كابلات كتير وفيها ورق محركات كتير. هتضطر تعمل ايه? يا اما تسيب ليها فراغ. المستطيل بتاعك بتحدد مقاسه من السجل مجالفا وتبتدي تعمل يبقى الدولاب بتاعك مش هيبقى زي. لوحة التوزيع بتاع الشقة هتفتح من قدام منك. لا بيبقى الباب خلفي. فيه فراغ وفيه مساحة بتفتح الدولاب طبعا بعد فصل الطيار وتبتدي تشوف التوصلات او المفتاح او الكابل اللي فيه عطل. في بعض اللوحات بيبقى اكبر شوية تبقى ظهرها للحيطة. بيبقى المفتاح او الباب بتاعها امامي. بيتوقف على الدزاينر بتاع التصميم للورشة. هل تتحمل ان يكون في مساحة تبقى الباب بتاعها مجالفا ومن ورا? يعني من الخلف تقدر تفتح وتشوف السلوب بتاعتك ولوحات التوزيع. ونصيحة. ودي دايما بنقول ها في مادة الامن الصناعي اللي حضرككم ساعدكم تبتهملوها في الصف الاول والتاني. لا تعمل في لوحات توزيع او اي مصار للطيار الكارابي الا بعد فصله. لابد من قواعد الاوان او قواعد الامان انك تفصل المنبع الرئيسي وتبتلي تشتغل. طبعا منعا لحدوث الاقطار لقدر الله. تعالوا نشوف لوحة تانية من لوحات التوزيع. هنقولها مع بعض هنا. لوحة توزيع لشقة سكنية. شقة سكنية اللي هي الطابلوس صغير. التقسيم بتاعته ازاي? يعني ايه التقسيم? التوصيلات الداخلية بتاعت لوحات التوزيع ازاي? تعالوا نشوف شاشتنا طلعت بالنسبة لنا لوحة توزيع لشقة سكنية. دي التوصيلات الخلفية اللي حضرتك ان شاء الله تعملها بايدك. اللي هي القواطع الاوتاماتيك. اول حاجة بتجي لك من شركة الكاراباء. بتحط هنا الفيوزات اللي هي بتبقى على باب الشقة. وقادي الفيوز المفتاح اللي ببقى على باب الشقة تبتلي تشتغل. هتقسم الخطين بتوعك ازاي? هتقسم الحجرة الاولى والحجرة التانية والحجرة التالتة والحجرة الرابعة زي ما انت عايز. زي ما انت عايز. هم الخطين الرئيسيين عندك فين? اهم? من القاطع الاصلي. انت واخد منهم خطين وهتبتدي تقامل روزيتا. ما تقاملش بقى زي قبل كده لحمات ويقامل شريط لحام. ودايما بقى شريط اللحام لما بيحصل شرط قصر شريط اللحام بيسيح. السروق كلها هتعجن. لأ في الروزيتا اللي طالعها. اللي هي روزيتا بتبقى حضرات كواتنا في التدريبات العملية ازاي توصل الروزيتا بالتوصيلات بتاعته قد الطرفين قد الروزيتا بتديه للطرفين انت عايز طرفين هتوديهم للحجرة رقم واحد طرفين هتوديهم للسخان طرفين هتوديهم للتكيف طرفين هتوديهم للحجرة التانية طرفين للصالة طرفين لأحدى القوة التانية طرفين للبلكون كل جزء له خط خاص بيه زيادة على حضرتك هتعمل ايه مع كل جزء من دلت هتبتلي تعمل ايه هتبتلي تشوف كل جزء من دول مع قاطع حراري اللي يعني كنا بنسميه قاطع الاوتاماتيك اللي ببقى فلوحة التوزيع ده بتعالخط الاول ده بتعالخط التاني ده بتعالخط التالت ده الخط وهكذا يبقى لو حصل قصر على سبيل المثال عندي السخان هتلاقي ده فاصل يبقى انت عارف الجزء اللي عطلان او فيه قصر في جزء السخان الدايرة بقيت الشقة شغالة يبقى التقسيمة دي بتبقى فين في ظهر لوحة التوزيع ليه لان هي ضهرها الحيطة بيبقى فيه فراغ هنا بالنسبة لي بتعمل حيط بتحط هنا قبل منها على اللوحة الصاج وتبتلي توصل وبعدين بتعمل التقفيلة بتاعتك اللي هو التقفيلة بتاعتك بتاعت لوحة الصاج اللي هو فيه الباب بيظهر لك فقط لمبات الاشارة اللي هي لامبة البيان ومتوصلة خد بالك من الطرفين او المتبطة لامبة البيان منورة يبقى فيه كهرباء فيه اللوحة وتبتلي تنظر على المفاتيح ايه الحديث اللي نزل فيه ببعد ان حط هنا مع كل مفتاح لامبة مع كل مفتاح لامبة يبتدي يبقى يبقى لك اللامبة دي منورة يبقى دي شغالة اللامبة دي مطفية بقى المفتاح فاصل تعالوا نشوفها بعض تانية لوحة توزيع لورشة ميكانيكية مذودة باجهزة تحكم وبد وحماية حرارية ضد زيادة الطيار وضح الدايرة الخطية ايه رأيكو؟ ايه دي دايرة الخطية سؤالي فيه ده كم خلية خروج برافا عليك واثنين برافا عليك يبقى دي خلية الايه؟ الدخول الباور سبلاي الرئيسية مع الفيوز مع مفتاح السكينة حماية حرارية مع مفتاح الان اوف مع القاطع الاوتوماتيك بتوصيلة الفلطاميتا طيب هتوزع لمنبعين هتوزع لورشتين من جوه يبقى هتبطل تنزل بالدايرة دي تاني ولذلك حتى بنقولها لابنانا وبناتنا لما تجيلك دايرة زي دي خد الدايرتين الخروج على استقامة واحدة بدل ما ترسم دي لوحدها ودي لوحدها اللي اتنين حطوهم كأنك بترسم دايرة واحدة مع الفارق في المسافة دايرتين يبقى خليتين خروج يبقى انا عندي خلية دخول واحدة واحنا متفقين عليها مع الاجهزة الزيادة الخروج بالنسبة لك برضو تلات اوجو يبقى تعمل كم خلية قال لي اتنين قال لي اخد اللي اتنين زي بعض ودي دايما في الورش اللي من داخل الورش بمعنى ايه انا داخل ورشة مخرطة مثلا مثلا طيب في مخرطة رئيسية بديها المنبع الرئيسي طيب جوة فيه متأب من هنا وفيه سنفرة حجر جلخ من هنا يبقى هيوزع كم دايرة برافو عليك دايرة اللي اتنين بايه بقدرة واحدة اللي اتنين حيتوصلوا توصيلة واحدة ولذلك شاشتنا هنا نطلقها خلية دخول ثم خليتين خروج دعالوا نشوفها مع بعض كده بصوا الدائرة الخطية جات ازاي قادي خلية الدخول وقادي خليتين الخروج مع بعض تمام ده اللي احنا قلناه بالنسبة لك تعالوا نشوف دايرة دوعة توزيع القوى لمدرسة صناعية كاملة بالتحكم والقياس ايه رأيكم بقى دي اللي موجودة في مدارسنا كلها في جميع المدارس ادي خلية الدخول قد بالك بقى ركز المبنى الاولاني واخد خط الوحده ومن الخط دوت مخرج للورش اربع ورش وفي المبنى التاني اللي يبعد مسافة معينة الخط التاني واخد للاربع ورش التانيين بمعنى ذلك المدرسة دي فيها ايه فيها تمن اقصى مش كده ولا ايه اربع ورش اربع ورش بها تمن ايه اقصى ابنانا وبناتنا بيه رسومات لوحات التوزيع وتوزيعها على الشاشة يكون وصلنا الى اخر حاجة هنا الدايرة التنفيذية خلية الدخول سابتة خلية الدخول سابتة ركز هنا زودنا ايه مفتاح يتحكم في الدايرة دي ومفتاح يتحكم في الدايرة الشمالة واحدة لليمين واحدة هنا المصيرات زادت اه للدارة الرئيسية هنا والدارة الفراية اسفين الفراية وقادي الدارة الرئيسية في يوزاتها سابت هنا كان خط اربعة وهنا كان خط اربعة هنا كان مفتاح وهنا كان مفتاح سلاسية وايه الاوجه سلاسية الاوجه وهنا برضو بالنسبة لسلاسية الاوجه اركز اوي ان دايما لما جينا نشتغل حطينا خلية الدخول في النص الرئيسي مفتاح الرئيسي مفتاح للتحكم في الخلية الفرعية الأولى ومفتاح للتحكم في الخلية الفرعية الثانية الأساسيات إيه لمبات الإشارة المصهرات لكل مفتاح سلاسي الأوجو أو وجه واحد مصهرات خاصة بيه لكل مفتاح طب الدايرة الرئيسية لها مفتاح لها مصيرات مفتاح رئيسي و مصيرات خاصة بها طب الدارة الفرائية التانية بالمثل لو كانوا الاتنين زي بعض بالزبط ابنانا وبنتنا هنا الدارة الرئيسية فيها ايه الاجهز القياس ممكن ازود اجهز القياس على حسب المطلوب ممكن اقلل على حسب المطلوب يارب نكون وصلنا للوحات التوزيع التوصيلات الداخلية سواء لشقة سكنية او لورشة صغيرة او لمدرسة صناعية ذات خليتين قروب ابنانا وبنتنا لهذه اللوحة ان شاء الله نكون قد وصلنا لنهاية حلقة اليوم والى اللقاء بالتوفي لكم جميعا يا رب ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته